اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنظيم هاي القوي ونجحوا ان يقدروا من هذه اللحظة يقدروا يسواءوا الدور العام المثل في ربط الاندية المحترفين شوفنا قد ايه كان فيه ناس قيمة وقامة موجودة زي كابتن على ابو جريشة زي حمد نوح يعني عفوا بقول الاسامي كده بدون كابتن حسن غالي احمد شوبير احمد الكاتس عماد متعب احمد حسن نجوم مهما قلتلكوا عليها فيه نجوم موجودة فدي ديتني كده مؤشر ان فيه حاجة صح هتبدأ تتعمل عشان كده انا بقول الربطة كده انا قلت اسئلة قبل كده في الحلقات اللي فاتت وقلت اللي عاوز الرد من عليها يمكن ردوا علي بحاجة بسيطة اللي هي الحفلة والتنظيم بتاعها والقرق بتاعت الدور العام حاجة اللي اسعدتني انا شخصيا اللي هي عودة الجمهور عارفين يعني عودة الجمهور يعني الملاعب بنخلقها من جديد الناس بتبدأ تعيش حياتها بقى زي اوروبا كلها ايام الكورونا ما بشوفناش جماهير بعد الكورونا الناس اللي اطعمت اديكوا شفتوا الملاعب عاملة ازاي وشفتوا منظر مفيش احلى من كده موجود في الملاعب عامل بالضبط زي الفنان اللي بيمثل في مسرح وبيكتهد وبيبدع وبعد كده الاستطارة بتتقفل ومفيش جمهور طب انا هحس منين ان انا قديت كويس هحس منين الناس تقول الله على الحاجة اللي انا الجملة اللي انا بقولها عشان كده انا بقوله بقى للجماهير يعني عودة الجمهور سواء 3000 او 2000 او 4000 او 5000 بشوحش كبداية وفي نفس الوقت لما بنقول 3000 لكل نادي دي بش معناها ان انا بقوله بشوحش لا بس احنا بقوله الاندية التانية بقى اللي هي غير جماهرية تسيبوا جماهير تخش وقبل ما سيبت جماهير تخش في كل الملاعب المصرية لازم يكون عندي نظام وسيستم اللي هو الكاميرات اللي بتصور عندي بوابات عندي زي مشروع تذكارتي كلنا فاكرين تذكارتي فاكرين تذكارتي في كهاز الأمور الفرقية 2019 شفتوا قد ايه الناس كانت ملتازمة حد دخل البلعب بدون تذكارة بالعكس ده اللي كان بياخد تذكارة كان البطاقة بتاعته وفي نفس الوقت بياخد رقم وبصورة يعني اللي هيعمل حاجة هنجيبه هو ده اللي موجود في ملاعب كلها عشان كده انا بقول للمسؤولين النظام مش وحش النظام مش وحش والنظام ده لما يتعامل يتطبع على كل جبير وكل صغير ومن هنا بقى انا بأتوقف عن الجمهور لازم تغيروا من ثقافتكم كل ايه الناس بغيروا من ثقافتنا مش عيب الجمهور المرة دي وفقوا بأربعة تلاف او خمس تلاف او الفين انا بقول لكم مش وحش هتدي حس في الملعب هتدي احاء للعيب بتاعك انه لازم يبقى فيه ضغط جماهيري لان احنا بنلعب في تصفيات كاس العالم وكاس عم بدون جمهور والاندية التانية المنتخبات التانية كلها بتلعب بجماهير طب ليه اللي عيب بتاعي ما هتعودش فما يجيش واحد من الجمهور من الثلاث تلاف او الالفين يخش عكن على كل الجماهير ده كلها وفي الاخر في الدولة العام المصري يقول لك ايه احنا مش هندخل الجماهير للناديين هو واحد يعكن على الاثنين حط اللوايح بتاعتك حط النظام بتاعك الكاميرات بتاعتك لو موجودة لو فيه سيستم موجود للبوابات لو واحد طلع عن الروح الرياضية ما هو واحد واحد ممكن يجي يعكن على الناس دي كلها فيقول لك ايه احنا هنمنع الجمهورين انت بتعاقب كمان الكويس اللي يعمل لازم يكون فيه لوايح واللوايح قاسية جدا مش عيب ان احنا نطبقها في الاول كده اللوايح دي تطبق اللي يطلع عن الروح الرياضية ما يخشش ست شهور ممكن سنة ممكن يتحبز شهر مش عيب في اوروبا بيحصل كده اللي بقولك بالا التقدم مش التقدم هم ما مشين كده لذلك تلاقي الناس ما فيه سور ما فيه سور السور بينه بين الملعب ممكن تحديف قاوت الناس جنبك ليه لان فيه الاتزام فيه قوانين فيه لوايح اللي يطلع عن روح رضي على الجمهور بيخش تجيه عشان تستمتع لازم احترم الخصم اللي في الملعب لازم احترم الجمهوري التانية وجمهوري التانية كذلك احنا بنشوف في الملعب عندنا الفترات الاخيرة حاجة موسيقى وسيقى وحاجة وحشة اوي شتيمة ومكلمة وحاجة حاجة يعني لا تليق باسمه مصر اتمنى الفترة اللي جاية دي اتمنى الفترة اللي جاية دي ان ربطة الاندير المحترفين تكمل جميلها معانا وتبدأ تحط اللوايح والقوانين اللي يحاسب عليها طبعا ربطة الاندير المحترفين انا اكلمني طبعا بصد احمد دياب اللي هو رئيس الربطة وبيقول لها كابتن انت هتشوف حاجة كويسة وتقوله انا معاك لو هتتعامل حاجة كويسة انا شفت يمكن من الحفلة اللي اتعمت منظمة فيش الميديا في جنب الضيوف في جنب النجوم على المسرح حاجة مشرفة الله طب ما احنا بنعمل حاجات كويسة احنا بنعمل حاجات كويسة عشان كده انا بقول لربطة الاندير المحترفين ملكوش جاعة باي حد ملكوش جاعة باي حد اعمل الصح والجماهير كلها هالي هتحكم بس قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة لازم يكون عندك لوائحك وقوانينك والكلام ده كله اللي بتحكم دخول الملعب تحكمت في دخول الملعب انا بقول لك هتبقى مسبقة نجحة بنسبة مليون المية احنا كلهم نطلبوا سبحانه وتعالى من الله ان ربنا يوفق رابطة الاندير المحترفين ويعملوا حاجة زي العالم كلها رابطة الاندير المحترفين متطبقة في الدول العربية في الدول الاوروبية كل ده متطبقة في العالم لكلها مصر اقول ليلى لا مصر بيش اقول ليلى مصر اللي احنا في اول دولة افريقية بدأ فيها كورة القدم لما نلاقي الناس اقل مننا سبايتنا دي الحاجة اللي اتزعل وحاجة اللي اتزعل عشان كده بقول المنظومة كلها الرياضية موجودة في مصر لازم نغير من ثقافتنا من اسلوبنا الرياضة وهفضل اقولها ان في بعض الناس مش عاجبها كلمة صناعة لا الرياضة صناعة بعد كده العملية الاندية اللي بتشيري لعيبة ده فيه لعيبة فيه اندية دخلت على نص مليار وفيه اندية دخلت على ربعمائة مليون وفيه اندية دخلت على ستمائة مليون طب ما فيه فلوس اهو لازم بقى فيه شفافية كمان ربط الاندية يقول لك الاندية المنزانيات بتاعتهم ولازم بقى فيه بالربطة دي تبقى مسؤولة عن الاندية المحترفين تشوف الاندية دي بتجيب لعيبة بكام هل بتكسب ولا بتخسر احنا لحد الوقت ما فيهش نادي طلع فيك يا مصر قال لك انا بكسب وما فيهش نادي قال لك انا بخسر وما فيهش نادي ما بشتريش لعبين ده فيه اندية السنة دي اشتريت 13-14 العيد طب جبت الفلوس من ايه جبت الفلوس من ايه عشان كده بقول ربط الاندية المحترفين لازم يبقى ليها كنترول على الاندية بتبقاش العملية سايبة زي الفار الفار طبعا كابتن عصام عبد الفتاح بيعمل لجنة جديدة للفار الفار في كل دول العالم كلها واحنا دخل عندنا الفار كويس اوه ما قلناش حاجة بس لازم يبقى فيه دراسة ليه لازم يبقى فيه تعود لازم يبقى فيه شغل لازم يبقى فيه ورشة يتعامل على الفار لان الفار السنة دي ظلم ناس كتير جدا وكسب ناس كتير جدا خلاص احنا بننسى اللي فات احنا متكلم على اللي جاي عشان كده المنظومة كلها لازم تتصلح الناس اللي بيديروا الكرة ديروا بأمانة عارفين يعني ديروا بأمانة خلاص باحنا زهقنا وتعبنا وقرفنا بصراحة الفترة اللي جاي دي فترة حساسة جدا للكرة المصرية احنا من الحاجات كمان اللي زعلتني ان مصر مصنفة من في الدولة في افريقيا وكلام ده تصنيف تاني بقى احنا اللي كنا العاشر على العالم او التاسع على العالم اصبح للوقت احنا رقم بعيد خالص نتصنف في التاني بعد ما كنا نلعب الاول اللي لعب اي تاني من مجموعة تانية استنى لما اي فرقة من الفرقة سوارة تكسب فرقة كبيرة انت لو تصفيت كاس العالم لو كسبت هتلاعب تصنيف اول جزائر المغرب نانجيريا الكاميرون فرقة كبيرة تونس فرقة كبيرة انت لو تصنيف اول كنت يقول ده جي على جانب انما ده الناس اللي كانوا تديري النظام كورة القدم نظام فاشل 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 اتمنى من ربط الانديا المحترفين ان شاء الله بقيادة طبعا الاستاذ احمد او النائب احمد عفوا ان اشتغل صح وهي مكش اي حد ليش جعب السوشيال ميديا السوشيال ميديا دي توقع دول مش توقع داود لا توقع دول الساحة دلوقتي على الساحة الرياضية كورة القدم والرياضة بصفة عامة دي صناعة احنا فين من الصناعة دي احنا زيرو احنا بدأنا ها زي ما بقولكم وانا مرجعش في كلامي لسه انا بس الحفلة النظام بتاعها اللي انا شفته حاجة مباشرة اتمنى انهم يمشوا على نفس السيستم ده ما يمهمش من اي حاجة تاني انا ما عنديش كلام تاني اقوله في اكتر من الرأي البرنامج اللي احنا بنقوله وربنا وفق الفترة اللي جاية ونشوف حاجة احسن واحسن واحسن ان شاء الله